موسيقى دعنا نطرح عليك بعض الأسماء ورد تعليقاتك عليها تمام؟ حمزة الحلفي وقلده؟ لا، لا يمكن أن تقلد أحد إذا تريد أي شخص يكون ناجح يجب أن يقلد، يجب أن يكون أصل لكن إذا أرده قلد، يستحق أحد يقلده، لكن أنا لم أقلد حلو، قالوا حتى بلزمة الجقارة تقلده لا لا، بس أنا أحب ستايل الحمزة كل شيء والله أنيق و ما تأثرت به كتاباتك؟ أحب كتاباتي متأثر؟ أنا متأثر بكاظم سماعي القاطع يعني ما تأثرت بحمزة الحلفي بس حمزة الحلفي ربما بعض الكتابات، لكن مو تأثر واضح لكن أنا أتابع جديدة أتابع يعني وتحب قصادة، وتحب شخصيتها هذا كله، ما تأثر بحمزة الحلفي لو لا؟ تقريباً يعني مو مية بالمية حالاً يعني أكو تأثر أي مو هي المشكلة شيء مرات أنت تتأثر يعني الشاعر الوحيد اللي هيمن علي بتأثر كاظم سماعي القاطع مرات أنا أتأثر بقصيدة السامير صباحاً حالاً بقصيدة العباس عبد الحلفي حمزة الحلفي حالو، حالو فأكو خلينا أكمل أسماءنا اللي محضر لك ياها يوسف الدراجي يوسف الدراجي؟ شبيه؟ أستاذ حمزة ما قلت لي شبيه؟ رأسنا قلت تحبه وكبير وشاعر ومتأثر بيه يوسف يمكن أن أسيمثل حلو أعتقده ويشتغل بقنات فضائية ما شايفه من زمن حلو ما شايفه من زمن تحب شعران؟ والله ما أسامع بصراحة يوسف الدراجي؟ اي ما أسامع حلو، تحب قصادة؟ أقول لك ما أسامع؟ أشون أحب قصادة بس ما أتش ما أتش أنت أحضر بمنتدى غني محسن؟ أي أحضر ما أفض يوم غيره وأنت موجود؟ الله شاهد هسا ما أحافظ لبيئة الولد بس يوسف كان إلا جو حلو ما أعرف ترك الشعر ما أدري تحياتنا إلي كان إلا جو يعني أكو عالم السمعة بس الظاهر بتاعه ترك الشعر ما أدري ما أعرف شين أخباره بصراحة ما أقول ممثل؟ شو يمثل؟ قبل فترة اتشفت لي يعني يمثل أو مخرج مسرحي يعني اتجه للتمثيل جانب الفن محمز الحلف يهم مثله لا هو خوب مو انتقاص من عدين بس الولد ما أدري إذا تسألنا عليه كشاعر؟ حاليا ما موجود كشاعر تحب شعره؟ لا أو ما سامع أصلا يلا دعنا نأخذ اسم آخر أستاذ عريان سيد خلف الجبل عريان سيد خلف عريان سيد خلف أكو سالفة حلوة العطى السعيدة الله يرحمه أحبها واحد حتش على عريان فعطى قال له عريان مثل عمارة الدامرتشي قال له كانت عمارة ببغداد أنا بنت أول عمارة ببغداد إجت عمارات يمهي وهاي بس بقت البصمة عمارة الدامرتشي فعريان سيد خلف عمارة الدامرتش عريان أسطورة حلو اسم عريان أستاذ عريان تحياتنا إلى الجبل حصار وسط الشعر اسم عريان أضاف شيء يعني لنجوميته ساعد بنجوميته برأيك أنت أكيد هي أكيد يعني اسم غريب ومحفوظ أكيد وبالإضافة إلى قصائدة قصائدة ما عليها نقاش لا أكيد لكن رحم الله لك لكن الاسم خلينا بالاسم الاسم هي إضافة نعم حلو لو ما كان اسم عريان بهذه النجومية ما أعتقد أي ما أعتقد بهذه هي من حلوها الجيلة؟ هو اسم غريب وهو قلت لك إحنا القصائد منتهم من عندها بس الاسم ربما أحد يعني خلاه يطغوا على جيله بتاعد راح بعملها